لفظت فتاة عمرها 19 سنة أنفسها الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى جامعة الفيون أثناء بحاولة إنقاذها من زبحة صدرية حدى أصابتها قبل حفل زفافها بساعد كانت أسرة العروس وتدعى ألاء خميس عالي روبي وتبلغ من العمر 19 عام مقيمة بنجع العزوبة التابعة لبندر أطصب الفيون قد شعلت بألام حدى بمنطقة الصدر وذلك أثناء تجهزها لدى كوافير حريمة استعداد للليلة التي تصبق زفافها على عرسها اليوم الجمعة بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيون يقول محمد رجب ابن عم العروس إن ابنة عمه ذهبت لمحل كوافير بالفيون استعدادا لزفافها اليوم الجمعة حيث كانت تتزين لليلة الحنة أمس الخميس وبعد ارتداء الفستاني الأبيض ووصول عرسها محل الكوافير وقعت على الأرض حيث جرى نقلها بشكل سريع إلى إحدى المستشفىات الخاصة بمنطقة الحدقة لإسعافها لكن فشلت جهود الأطباء في إنقاذها ورغم ذلك جرى نقلها إلى مستشفى جمعة الفيون حيث أكد الأطباء جمعهم وفاتها وأوضح إن ليلة الحنة تحولت إلى ميتم حيث اتشح النجع بالسواد وقال حسين صباح مدرس إن العريس ويدعى إسلام ياسر رجال ابن قرية سنوفر أنهى تجهيزة الشر الزوجية وكان آخر تلك التجهيزات تركيب المطبخ وذهب عصر أمس إلى بلدة عروسه بصحبة أقاروه للإحتفال بليلة الحنة مع أهلها وأضف إن العريس ذهب لمحل الكوافير بصحبة فرقة الزفة وبعد دخوله محل الكوافير استحب عروسه من بلدها إلا إنه فوج بوقعها على الأرض فانطلقوا بها لإحدى المستشفيات لكن قضاء الله قد نفذ شيع الألاف من أهالي مركز أطسا عقب صلاة الجمعة جثمان العروس بعد أن جرى نزع الفستان الأبيض من على جسدها وتبجيله بكفن وسط حالة من الزهول والحزن التي كست جميع المشيعين شكرا للمشاهدة